أصدرت هيئة واسكك الحديدية بياناً أعلامياً أشارت فيه إلى حدوث استضامي جرار بمؤخرة قطار نوم قادم من أصوان باتجاه القاهرة وذلك في المسافة بين أبو قرقاس والمينيا مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار ووضحت الهيئة أنه على الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة وأكد البيان أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير قد كلف كلاً من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجار الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد للتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديدة للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث